ليش تخاطر بحالك ما تتعطى كرمالك شباب ضد المخدرات كل سبب وبإعادة لأحد السبع المساء بتوقيت بيروت معنا نحن جمعية جاد شبيبة ضد المخدرات عراديو تموز الإلكتروني ما تضيح حياتك هيك ما تضيح حياتك من راديو تموز الإلكتروني أنا جوزيف حوات أكمل معكم مع سلسلة حملات توعية منستهدف فيها أشخاص معنيين وغير معنيين لأنه بموضوع المخدرات ما في حدا فقراسه خايمي اليوم لح نحكي عن معرض الإيروين معرض الثاني من بعد الموجود ببيتنام بحجمه كبره هو الأكبر بيضم 1200 جمجمي كل جمجمي بتحمل اسم للإيرويين بعدة لغات حول العالم هدف هذا المعرض أنه فرجة تعددت الأسماء والأشكال ولكن الموته واحد بيضمن بيبلش من الشتلة يلي هي الأفيون اللي بيطلع منا الأوبيوم لا نصال للأمراض للجرائم الممكن يرتكبها مدمن الإيرويين للأدوية العلاجية للأدوية اللي ممكن يسوق استعمالها خلال فترة التعاطي مجموعة كتب مجموعة مناشير معمودة حول العالم حول مرض الإيرويين حول مرض الإيرويين لأنه أنا برأيي المريض المدمن مريض منه مجرم أو شخص منبوز من المجتمع كلنا لازم نوقف حده كلنا لازم نساعده كلنا لازم نكون معه بهذه المرحلة وبالأخص مرحلة الإيرويين يلي هي أصعب مرحلة بعملية تعاطي المخدرات ونحن ليش اعتمدنا أسلوب هالألف ومئتين جمجمي لأنه المخدرات إقال للموت والإيرويين هو أعلى درجة بدرجات التعاطي نبدأ هنا شو هو الإيرويين كي بتكون المادة تعريف عنه نرجع بننزل على الشتلي كي بيكون شكله كي بتجرح وهو في منهم أصليات في منهم أنا مصنعهم ورسمتها نرجع بننزل على أدوات التعاطي اللي بتعاطوا فيهم الإيرويين يلي هي العدة تبع الإيرويين نرجع بننزل على المواد اللي بتخلط مع الإيرويين الإشياء اللي بحطوها ليزيد الوزن نرجع بننهي مع الفخصات الإيرويين التستات برجع كل شيء أرشيف جرايط تحت في كل شيء أوبيوم يستعملون للأوبيوم إشياء قديمة نادرة وغالية جدا 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 غليين للأوبيوم وعلب كان يحطوا فيهم الأفيون قديما هاو دي في قطع حقها أربعة تلاف وخمس تلاف أيرو ما زادت وقدرت تشتريتها عيش هيدا خور على أوبيوم هون عم نشوف شرح عن الإيتس والإبر كيف مدمنين الإيرويين بيستعملوا الرفيعة بشطخينة هاو دي إبر قديمة جدا 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 ونيدرة هون عم نشوف كل شيء إلى الأوفردوز يعني الإدوية اللي تستعمل بحالات الأوفردوز وكل شيء بروشوريت إن عملت هون الإدوية اللي تستعمل بالعلاج المدمنين هون ناقصة ما عنديش كتير إشياء وتحت العلاجات البديلة هون عندي 1200 اسم للإيرويين بكل لغة العلم كل لغة إلى سينبول جيمجمي هيد الفقرة عنوين تعددت الأسماء والأشكال والموت واحد هاو دي كولكسيون رائعة اخدوا وقت لقدت نبشت الكلمات كل كلمة بأي بلد وبأي لغة بتمنى على كل هالشباب اللي عم بيسمعوني يفكروا بكتير أمور إيجابية وفي كتير إشياء حلوة بالحياة نعملها غير إنه نروح على طاعات الإيرويين جوزيف حواد راديو تموز الإلكتروني انطرونا بمزيد من الحلقات لنشارككم ونخبركم عن خصائص المركز الثقافي المتخصص للتدريب شباب ضد المخدرات كل سبق وبإعادة الأحد السبع المساء بتوقيت بيروت معنا نحن جمعية جاد شبيبة ضد المخدرات على راديو تموز الإلكتروني ما تضيح حياتك هيك ما تضيح حياتك شكرا